الحج فريضة دينية ورحلة روحية يقوم بها جميع مسلمي أقطار العالم بسكينة وطمأنينة حتى سخرت المملكة العربية السعودية جميع الإمكانيات والسبل لجميع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل أمن وأمان واطمئنة لتأتي إيران بمحاولتها المتكررة لزعزعة أمن بيت الله الحرام والاعتداء على حرمته وترهيب حجاجه فكان أبرزها في سنة 1983 بمحاولة حجاج إيرانيون دخول المسجد الحرام وهم يحملون أسلحة نارية تم ضبطها من قبل رجال الأمن وفي سنة 1986 قام رجال الجمارك بضبط إيرانيين قادمين لتأدية الحج وبحوزتهم مواد شديدة الانفجار وفي سنة 1987 قام حجاج إيرانيون بإغلاق الطرقات وحرق السيارات ومنع الحجيج من تأدية مناسكهم رافعين شعارات الثورة الإيرانية وفي سنة 1989 تورطت إيران عبر أحد دبلوماسيها بوقوع انفجارين بجوار المسجد الحرام وفي سنة 1990 خرج حجاج إيرانيون ليتسببوا في تدافع كبير بين الحجاج ما أدى إلى وفاة 1426 حاجا وبعد سلسلة هذه الجرائم الإيرانية المتكررة لا تزال إيران مستمرة في تنفيذ أجندتها السياسية في هذه الشعيرة الدينية عبر عمل تجمعات وترديد شعارات سياسية تريد من خلالها العبث في أمن بيت الله الحرام وإعاقة حركة الحجيج وإثارة القلاقل والفوضى فإلى متى تغرد إيران خارج السرب الإسلامي؟ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج